على صعيد آخر أرسل مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة رسالة تعزية لكافة أهالي الضحايا في حدثة قصف مجدل شمس وجاء في البرقية إن قتل 12 طفلاً وأزهاق أرواح بريئة في الهجوم على ملعب كرة قدم في مجدل شمس هو عمل يرفضه كل من يحترم قدسية الحياة لذلك فنحن نقدم تعزين الحارة لعائلات وأقارب الضحايا ولجميع أفراد الطائفة الدرزية في الأرض المقدسة إذ أن فقدان هؤلاء الأطفال هو مأساة تترك أثراً عميقاً في نفوسنا جميعاً وناشد الأساقفة كافة الأطراف المتصارعة بالالتزام بالسلام ورفض جميع أشكال العنف والسعي للفهم والاحترام المتبادل